كيف تصرف مع طفلي لما ما يسمع كلامي هو ما بيسمع كلامي كيف تعامل معه كيف عاقبه لازم انت في كلهم تضمن لما بدك يتعاقب طفلك يكون في عندك اربعة شروط في طريقة العقاب او في طريقة تعاملك معه رقم واحد انه لازم تكون رسبيكتفول يعني فيها احترام اجمع اياك انك تقلل من احترامه اياك تقلل من احترامه شو يعني يعني بدك يتعاقب الطريقة المعين مش لازم تقلل احترامه ما تقولوش انت حيوان انت قليل ادب انت بتستحيش انت بتنحط اذا رقم واحد ما تقللش احترام الطفل شوف مهما يكون غلط اياك من تقلل احترامه رح تقولي طب انا بكون معصب طب انا بكون معصب ولما بكون معصب غصب عني بقلل احترامه اه ما لها الغلط من عندك رقم واحد رقم واحد لو سمحت لو سمحت ممنوع انه انت تقلل احترام الطفل لانه انت لما تقلل احترامه خلاص تمست شخصيته واثرت عليه في المستقبل وهو كما رح يصير قلل احترامك اذا رقم واحد لازم تعتبرها انه انا لازم اكون باحترم طفلي ممنوع اقل احترام رقم اثنين رقم اثنين لازم انت تكون ريزنبل ايش يعني ريزنبل يعني تكون منطقي اعطيني مثال يا دكتور حاضر ايش يعني يكون منطقي في طريقة العقاب اقول لك والله مثلا هو انت بدك تقول له انت بدك تعاقبه انه مثلا مثلا نفترض نفترض مثلا انه هو كتب ما كتبش واجبه مثلا فانت تروح تقول له ممنوع تاكل معانا لمدة شهر ممنوع تاكل معانا لمدة اسبوع طيب ليش لازم تكون منطقي انت في طريقة العقاب والله انت ممنوع تاكل ممنوع تاكل اليوم فيش اكل اليوم والله انت فيش مصروف اليوم ما بيسير لازم تكون منطقي في طريقة العقاب لازم تكون منطقي اذا اول واحدة لازم تكون بتحترم طفلك لازم تكون بتحترم طفلك والشغل التاني لازم تكون العقاب تبعك منطقي طيب هات رقم ثلاثة رقم ثلاثة انه يكون return what do you agree with nature يعني اذا هو انت بدكتعقبه عشان واجبه في المدرسة ماتروحش تحرمه من الاكل اذا انت والله انت بدكتعقبه عشان الاكل ماتروحش تحرمه في مصروف المدرسة اذا انت بدك تعقبه على مصروف المدرسة ماتروحش تحرمه من انه يتفرج على التلفزيون اذا انت بدكتحرمه عشان هو بيمدئله او ب energ on your family او بيصرخ المدكاث عامه ما تروحش تحرمه من اللعب في ألعابه مثلا مع إخواته فإذا لازم تكون ريتد لازم العقاب اللي انت قاعدك يتعاقبه إياه يكون إليه علاقة في الذنب اللي هو عمله ركز الجملة أنا قلتها العقاب اللي بدك يتعاقبه إياه لازم يكون إليه علاقة في الذنب اللي هو عمله هو عمل ذنب في الألعاب فالعقابة يكون العلاقة في الألعاب إذا عمل علاقة في إذا هو عمل علاقة في عمل شغلة غلط في مثلا في النظافة بدك يتعاقبه في شيء إلو النظافة اتفقنا إذن لازم يكون هاي رقم ثلاثة نقول الرابعة إذن رقم واحد تكون تحترم طفلك رقم اثنين لازم تكون منطقي رقم ثلاثة لازم تكون إيش إلو علاقة طيب إيش رقم أربعة وهي الأهم وخليتها للآخة شو هي إنه لازم يكون هيلبفول إيش يعني هيلبفول اسمع يعني العقاب اللي بدك تعطي له هي لازم الطفل لازم يساعد الطفل على حل المشكلة اللي هو عملها لازم تفهمه إنت ليش عقبته لازم تفهمه ليش اللي هو عمله خلط لازم تفهمه إنه الغلطة اللي هو عملها ليش هي غلط ليش مش لازم يعملها لازم تفهمه إيش الغلطة اللي هو عملها إيش في إيلها تأثير على 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 الآخرين على أخواته على البيت على أمه على أبو على نفسه على صحته إذن لازم تكون HELPFUL ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر